في خضاب الأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها في عام 2008 كان الاقتصاد المصري يغرد خارج سربي الانكماش فقد حافظ الناتج المحلي الإجمالي على معدل نمو بلغ متوسطه 5% على مدى ثلاث سنوات حتى الربع الأول من العام 2011 ومنذ ثورة 25 يناير بدأ النمو يسلك مسار الهبوط حيث تباطى إلى 2.5% وسرعان ما تبدت الآمال باستعادة الاقتصاد لنشاطه بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد في الصيف الماضي فقد تراجع النمو إلى 2.4% بعشرين في الأشهر الأولى والستة الأولى لتوليه الحكم واستمر التراجع في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.2% يرجح الخبراء أن تؤدي الاضطرابات الراهنة في مصر إلى أن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 2% في الربع الثاني من العام 2013 وثم تموطيات اقتصادية تشير إلى أن النمو القوي ما زال بعيد المنال فالاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت من نحو 10 مليارات دولار في العام 2008 إلى مليار و300 مليون دولار في العام الحالي والقضية الأكثر حساسية تتمثل في الاحتياطيات الأجنبية التي هبطت إلى نصف ما سجلته في العام 2010 فوفقا لآخر الإحصاءات فقد بلغت حوالي 19 مليار دولار في يوليو الماضي منها 5 مليارات دولار أودعتها دول خليجية في البنك المركزي المصري وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى زيادة قوية في معدل البطالة الذي هبط إلى أو بلغ 13.2% مقابل 8.9% قبل ثلاثة أعوام يرى كثيرون أن هذه الأرقام الرسمية دون الواقع بكثير وتواجه أيضا قطاع السياحة خطر الانهيار مع إصدار العديد من الحكومات الغربية تحذيرات من السفر إلى مصر فقد خسر القطاع حوالي 800 مليون دولار في شهر يوليو الماضي وتعد السياحة من الروافد الرئيسية للاقتصاد المصري إذ أنها كانت تشكل أكثر من 11% من إجمال الناتج المحلي في مصر قبل موجة الاضطرابات السياسية التي بدأت في عام 2011 بلغ إجمالي عائدات القطاع 13 مليار دولار في العام 2010 وتراجعت إلى 4 مليارات و400 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي مما يزيد الأمر الصعوبة تراجع إيرادات قناة السويس لأول مرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية فقد انكمشت الإيرادات السنوية بنحو 4% إلى 5 مليارات دولار بسبب تباطئ الاقتصاد العالمي والجدل الدائر بشأن تأثير المخاطر السياسية المحلية على حركة الملاحة بالقناة وقد تسمح الأموال الخليجية المقدمة من الإمارات والسعودية والكويت بمواصلة دوران عجلة الاقتصاد المصري لكنها ليست حلا على المدى البعيد فالبلاد تشهد سوء إدارة منذ عقود ولم يعالج هذا الأمر في عهد مرسي وأية حلول للأزمة الاقتصادية تحتاج إلى قرارات جريئة وعودة للاستقرار السياسي ترجمة نانسي قنقر